ابننا محمود فايز إن شاء الله تجلمنا عن ماذا؟ الشعور بالمسلمين الشعور بالمسلمين أحسن فضل الحمد لله وكفى وصلاة وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد يحرص ديننا الحنيف على أن يربي الفرد من خلال الشرائع والشعائر على العاطفة الجماعية والإحساس بعموم المسلمين في كل مكان فحينما تقف أيها الحبيب بين يدي الله لتصلي فتبدأ بقراءة الفاتحة وفيها تقرأ إياك نعبد وإياك نستعين ولا تقول إياك أعبد وإياك أستعين وبعدها مباشرة تقول اهدن الصراط المستقيم ولا تقول اهدن الصراط المستقيم وأثناء القراءة تمر بأدعية كثيرة تربي فيك هذا الحس رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ويرفع الإسلام جدا من قيمة صلاة الجماعة ويلزمنا بقبلة واحدة وأن تكون الصفوف مستوية متراصة متلاحمة ويرسم رسول الله صلى الله عليه وسلم صورة المجتمع المسلم الصورة التي ينبغي أن يكون عليها مجتمعنا المسلم فيقول حبيبنا صلى الله عليه وسلم مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد إذا اشتكى منه عض تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى إذا تألم ضرس إذا أصاب الرأس صداع لم يهنأ هذا الجسد بنوم لا يستطيع أن يرتاح إذا اشتكى منه عض دعا بقية الأعضاء بعضها بعضا للحزن والمشاركة والمواساة ومن لم ينتبه لمثل هذه اللفتات والإشارات جاءه الأمر الصريح واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا وجاءه النهي الصريح ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم وجاءه التحذير من الانعزالية والسلبية من لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم وهذه النملة أعطتنا درسا بليغا في الإيجابية والشعور بالمجموع لما أحست بقدوم جيش سليمان عليه السلام لم تقل نفسي نفسي وإنما خافت على أخواتها وهتفت يا أيها النمل أدخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون أيها الأفاضل إخوانكم في غزة يعانون أهلكم يعانون الأمرين واعلموا أيها الأفاضل ليحذر كل واحد منا أن تؤتى الأمة من قبله هو ليحذر أن يكون سببا بسبب ذنوبه ومعاصيه قال الفاروق عمر الرجل الذي كان يتنزل القرآن من فوق سبع سماوات موافقا لما يقول الرجل الذي قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كان نبي بعدي لكان عمر الرجل العبقري الذي قال فيه الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم لم أرى عبقريا يفري فرية رضي الله عنه ينبغي أن إذا تكلم عمر الرجل الذي بهذه المواصفات أن يسمع لقوله يقول عمر أيها الناس إنكم لا تنصرون بعددكم ولا عدتكم ليس الأمر أمر كثرة ليس الموضوع موضوع عتاد ولكن بتقوى الله فإن كنتم في المعصية سواء هزموكم بعددهم وعدتهم ده مش كلام دروشة اعلموا أيها الأفاضل أن أرضنا لم تغتصب وأننا لم نحرم الصلاة في مسجدنا المبارك إلا لما انحرفنا عن المنهاج الذي ارتضاه لنا ربنا جل جلاله قال صلى الله عليه وسلم يا معشر المهاجرين خصال خمس إن ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركهن فذكر الخمسة خصال ومنها ولم ينقضوا عهد الله وعهد رسوله إلا سلط الله عليهم عدوا من غيرهم فأخذ بعض ما في أيديهم هذا إسقاط على ما يحدث الآن المسجد الأقصى غزة سوريا وكل بلادنا المستضعفة نحن هذا ما يحدث هذا الذي يحدث بسبب ذنوبنا هذا بسببنا قال ربنا سبحانه ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون وأي فساد أعظم من هذا الذي يحدث في غزة ثم لعلهم يرجعون طيب هل رجعنا هل عدنا إلى الله هل تبنا إلى الله هل حرص كل واحد فينا ألا يتؤتى الأمة من قبله هو كلا والله رأينا زلزال المغرب ورأينا إعصار ليبيا ونرى الآن في هذه الأيام ما يحدث لإخواننا وأهلنا في غزة ثم هل اتعزنا كلا والله وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم فبما كسبت أيديكم وأي مصيبة أدها من تلك التي حلت بأهلنا في غزة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير لله الحمد أن ختم الآية بي ويعفو عن كثير والله الذي لا إله غيره لو آخذنا الله بكل ذنب نقترفه ونرتكبه لأهلكنا وما تركنا نمشي على الأرض ولكنه سبحانه يذيقنا بعض ما نعمل قال ربنا جل جلاله ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من داب ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون نحن أمة غريبة عجيبة يريد الواحد منا أن يصلي في المسجد الأقصى يقول يا رب اكتب لي صلاة في المسجد الأقصى المبارك ثم هو لا يصلي بجواره في المسجد الأدنى أمة فيها من المسلمين من لا يؤدي الصلوات المكتوبة صارت بيوت الله فارغة أمة فيها من المسلمين من يبلغ ماله وتبلغ ماشيته ويبلغ حرثه حد النصاب الذي يوجب عليه إخراج الزكاة ولا يفعل ثم يقول أنا مستعد لأن أبزل كل أموالي وأضحي بكل ما لدي من أجل أهلي في غزة ومن أجل المسجد الأقصى طيب بالرحة أسين شوي بالرحة شوي بالرحة شوي أخرج ما عندك الأول ما أوجب الله عليك ثم تكلم في أمر آخر أمة فيها من المسلمين من إذا حضر شهر رمضان المبارك من يفطر دون عذر ثم تكلمه أنت عرف حالي لا يعمى أمة فيها من المسلمين من تتوافر فيه الشروط التي توجب عليه حج بيت الله الحرام ولا يفعل لو على باب الشار أمة لا تقيم أركان دينها أمة يهون عليها أن تلقى ربها وبعض أركان دينها منقوضة هل ينتظر من تلك الأمة أن يشرفها ربها جل جلاله بتحرير مسجده المبارك كلا والله نسأل ربنا سبحانه نقول اللهم فارج الهم كاشف الغم مجيب دعوة المضطر إذا دعاه رحمان الدنيا والآخرة ورحيمهما اللهم تدارك عبادك في غزة برحمة منك تغنيها عن رحمة الراحمين اللهم ارحم ضعفهم واجبر كسرهم واشف جرحاهم وارحم موتاهم وتقبلهم عندك في الشهداء وأنزل السكينة على من فقد أهله أو أحدا من أهله منهم اللهم قد خذ لهم جند الأرض فحرك لهم جند السماء برحمتك يا أرحم الراحمين أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم أحسنت يا محمود بارك الله فيك بسم الله وإن شاء الله